الثامنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن وتدشين مبادرة الشراق الصناعية التكاملية من أجل تنمية الاقتصادية المستدامة التي تمثل تجسيدا وقاعيا للهدف المنشود لتحقيق التكاون الاقتصادي العربية وخلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه الرئيس السيسي بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزرات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراق والبدء في تنفيذ المشروعات التي تتضمنها في مختلف القطاعات سعيا للتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاثة أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة وخلال اجتماعه مع مفاوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أكد رئيس السيسي المكانة الهامة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته في إطار السياسة المصرية والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر كما أكد رئيس السيسي أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقود فرص تحقيق الاستقرار والسلام وشدد رئيس السيسي أيضا على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وفق القانون الدولي ضي الصلاة في هذا الشأن أدنت وزارة الخارجية بأشد العبارات الهجوم المسلح الذي تعرضت له إحدى دوريات قوة الانتشار السريع من قوات حفظ السلام في مالي وأصفر عن استشهاد جندي أردني وإصابة اثنين آخرين وأعربت الخارجية عن تعزيها وصدق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبا ولدوي ضخايا الهجوم المسلح مؤكدة موقوف مصر التام مع المملكة في هذا الحادث الأليم أعلنت الجريدة الرسمية التونسية أن رئيس تونسي قيس سعيد عزل 57 قاديا لاتهامهم بالفساد والتواطو وتسطر على متهمين في قضايا إرهاب وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء التونسي قال رئيس سعيد إن إرادة الشعب سوف تخرج من صناديق الاقتراع وستغير تاريخ البلاد مؤكدا أنه ليس هناك مكان لمن يريد أن يبيع إرادته ويضعها في الأسواق الخارجية فتونس دولة نادات سيادة والسيادة فيها للشعب أكد الرئيس الأوكراني فلودي ميزلينسكي أن ما بين 60 إلى 100 جندي أوكراني يقتلون يوميا في ساحة المعركة بينما يصاب نحو 500 آخرين بجروح وقال زيلينسكي أن الوضع شرق البلاد صعب للغاية رغم الجهود التي تقوم بها القوات الأوكرانية من أجل المحافظة على الخطوط الدفعية ويأتي هذا المستوى المرتفع من الخسائر البشرية في الوقت الذي تحاول فيه القوات الأوكرانية منع القوات الروسية من السيطرة الكاملة على منطقة لوهانسك شرقية البلاد أعرب 67% من الدنماركيين المشاركين في الاستفتاء العام عن تأييدهم لانضمام بلادهم للسياسة الدفعية الأوروبية في ظل المخاوف الأمنية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ماتي فردريكسن أنه من خلال نتيجة الاستفتاء بعثت الدنمارك برسالة قوية إلى الحلفاء في أوروبا وفي حلف شبال الأطلسي ولرئيس روسيف لعدمير بوتين أن الأزمة الأوكرانية تهدد استقرار أوروبا أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا يحمل بندقية ومسدسا فتح النار داخل مبنى طبي في منطقة تالسا بولايتي أوكلاهومة الأمريكية مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص قبل أن ينتحر منفذ الهجوم بالرصاصة وشددت الشرطة على أن الاستجابة السريعة من رجال الأمن للحادث حالت دون تعرض المزيد من الأشخاص للضرر وقالت الشرطة أنها تحاول معرفة هوية المشتبه به الذي قدرت أن عمره يتراوح ما بين 35 إلى 40 عاما نهاية مجزة ثمينة نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل